ذكرني أخى الإسلام بدين الله عسى تنري الذكرى ذكرني نفحات شغفات قلبي يوما فغدا نظرا أوصانا ربتي في القرآن تواصوا لتنالوا الأجرا كلمات رقت فأعرها سمعا لتفيدك في الأخرى ذكرني أخى الإسلام بدين الله عسى تنري الذكرى ذكرني نفحات شغفات قلبي يوما فغدا نظرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين مرة جديدة ألقاكم أيها الإخوة والأخوات الكريمات والإخوة الكرام في حلقة جديدة من برنامج وذكر مضت علينا حلقتان قبل هذه الحلقة ونحن نتحدث عن حيال الشيطان مع الإنسان تحدثت لكم عن ست حيال للشيطان مع الإنسان في صرفه عن الطاعة وعن عشر حيال للشيطان مع الإنسان في إقاعه في المعصية اليوم الحلقة العملية من هاتين الحلقتين كيف تعتصم من الشيطان إذا كانت هذه حيال الشيطان وإذا كانت هذه حبال الشيطان فكيف تعتصم من حياله؟ بين يديك سأرفع وأقدم خمس طرق للاعتصام من الشيطان أولها وهو أقواها أولها وهو أمتنها أولها وهو أكبرها في قطع الشيطان وحيله ذكر الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله ذكر الله تعالى حصن حصين لك في الاعتصام من الشيطان بالمناسبة يشيع في بعض البلاد كتيب صغير يبيعه بعض الناس البسطاء مكتوب عليه الحصن الحصين تفتح هذا الكتيب الصغير ماذا فيه؟ مكتوب فيه بعض الكلمات بعض الآيات أو بعض الأحاديث أو شيء من هذا يحمله بعض الناس يشتريه بعض النساء تضعه في حقيبتها أو تضعه كأنه قلاد لابنها الحصن الحصين لا أن تحمل هذا الشيء ولكن أن يكون لك أوراد في ذكر الله تعالى اذكر الله بعد صلاة الفجر اذكر الله قبل أن تنام أكثر من ذكر الله تعالى إذا كنت تمشي في طريقك سبح الله احمد الله اقرأ شيئا من القرآن الكريم لتكن لك أوراد في الذكر فإن الذكر يحصنك من الشيطان في سورة الناس نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس هذا الوسواس هو الشيطان فإذا ذكرت الله خنس يعني ابتعد عنك أول باب وأول حصن لك وأول طريقة لقطع على الشيطان حياله أن تذكر الله تعالى الطريق الثانية التي بها تعتصم من الشيطان الدعاء والتضرع إلى الله تعالى أن يصرف عنك كيد الشيطان وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ذكروا بأن رجلا سأل الإمام الغزالي قال يا إمام كيف أعتصم من الشيطان قال يا ولدي أرأيت إذا كنت في طريق وعرض لك راع معه أغنامه ومعه كلبه فجاء الكلب ينبحك ما تفعل؟ قال أرميه بحجر قال يعود قال أرميه بحجر آخر قال يعود مرة ثانية قال أرميه بثالث قال يعود ثالثا ويطول عليك الأمر وتتعب قال إذا ماذا أفعل؟ قال لو التجأت إلى صاحبه وقلت له كف عن كلبك لنادى عليه مرة واحدة وصرفه عنك ثم قال له كذلك الشيطان يا ولدي ذئب الإنسان لو التجأت إلى ربه وقلت يا رب كف عني هذا السوء وهذا الشر لصرفه الله عنك الأمر الثاني الذي به تعتصم من الشيطان أن تضرع إلى الله تعالى وتلتجئ أن يبعد عنك شر الشيطان الأمر الثالث الذي يعصمك من الشيطان الرجيم هو صحبة الصالحين لأن الشيطان من الجماعة أبعد وهو إلى الواحد أقرب وإنك بصحبة الصالحين تستطيع أن تبعد عنك الشيطان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية أرأيت إلى الذئب عندما يهاجم قطيعا من الأغنام؟ أي غنمة يأخذ؟ أيأخذ غنمة في وسط القطيع؟ لا إنه يأخذ الغنمة القاصية فاجعل كثيرا من وقتك مع الصالحين إن استطعت أن تصبح وتمسي وتظهر وتغرب شمس اليوم عليك وأنت مع الصالحين فهذا خير كبير بالنسبة لك مهما استطعت أن تجتمع معهم أن تجالسهم أن تمازحهم أن تضاحكهم أن تدعوهم أن تدرس معهم أن تعمل معهم في صحبة الصالحين عصمة لك بإذن الله تعالى من الشيطان الأمر الرابع قبل الأخير الذي يعصمك من الشيطان تقليل الشهوات المباحات يعني قلة الكلام وقلة المنام وقلة الضحك لا تكثر الضحك بغير ذكر الله لا تكثر الشهوات المباحات تأكل كثيرا وتشرب كثيرا وتنام كثيرا وتضحك كثيرا ذلك لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع إذا قللت من الشهوات المباحات فأنت تقترب من العصمة من الشيطان الرجيم أما السبب الخامس والأمر الخامس الذي به تعتصم من الشيطان فأقول لك إذا كان الشيطان من الإنس فتركه أنتم تعلمون أيها الإخوة هناك شياطين من الجن وهناك شياطين من الإنس ألا نقرأ في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس والآية الأخيرة تقول من الجنة والناس في تصريح بأن الشياطين نوعان شياطين من الجن وشياطين من الإنس الحقيقة شيطان الجن صعب لكن شيطان الإنس أصعب لأن الشيطان الإنس يأتيك بصورة إنسان صديق أخ قريب حبيب صلة رحم لك من أرحامك يعني هو واحد من أرحامك المقربين ممكن يكون زميلك في العمل ممكن يكون شريكك في التجارة ممكن يكون صاحب العمل الذي تعمل عنده كل من ينفث فيك من شرور البعد عن الله من آثام المعاصي من الابتعاد عن الطاعات هذا شيطان لكنه يأتي حينا بصورة شيطان جن لا تراه يوسوس لك في داخلك ويأتيك أحيانا بصورة شيطان من الإنس إنسان يوسوس لك الآن إذا كان لك صديق يوسوس لك بالسوء اتركه مباشرة لأن بقاءك معه سيكرر عليك المحاولات في إبعادك عن الطاعات وفي تقريبك من المعاصي يا أيها الإخوة هذه أمور خمسة بها تعتصمون من الشيطان الرجيم الأمر الأول ذكر الله تعالى والأمر الثاني صحبة الصالحين والأمر الثالث الدعاء والتضرع إلى حضرة الله تعالى أن يبعد عنك الشيطان الرجيم والأمر الرابع قبل الأخير تقليل الشهوات المباحات أما الأمر الخامس فهو إذا كان الشيطان من الإنس فاتركه اللهم إنا نسألك أن تبعد عن الشيطان نفثه وشروره ووساوسه وآثامه والحمد لله رب العالمين سررت بلقائكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القرآن ورحمة الله وبركاته كلمات رقت فأعرها سمعاً لتفيدك في الأخرى فكرني أخى الإسلام بدين الله عسى تنري الذكرى فكرني نفحات شغفات قلبي يوماً فغداً بدين الله عسى تنري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر